اشتركوا في القناة والتعليم في العراق يمر بأسوأ مراحل مر بها في تاريخ العراق الحديث وحتى القديم لكن على الأقل من تأسيس الدولة العراقية عام 21 لحد الآن خلال 20 سنة الماضية لم يشهد التعليم مرحلة سوداء ومرحلة سقوط كاملة مثل التي شهدها التعليم يعني يشهد حالة من التجريف من الإبادة التامة إبادة التعليم وتجريفة وإنهاءة حقيقة وبالتالي العراق خارج تصنيف قوائم جودة التعليم هذا واقع الحال يعني وصدرة قوائم كثيرة العراق غير مذكور بها وعندما سئلوا لماذا العراق غير موجود بها قالوا لأنه يعني عام 21 و 22 العام الماضي قالوا لأنه العراق ليس فيه تعليم ما يسمى بوزير التعليم العالي اللي هو أحد يعني قيادي ميليشيات العصائب يقول أنه بعض الجامعات العراقية دخلت بالتصنيف العالمي وبدأت تتقدم عندما تدخل الجامعات أي جامعة في الدنيا بالتصنيف العالمي وتبدأت تتقدم إذن هناك مخرجات لهذه الجامعات لها تأثيرها على البلد خلي قول لنا وزير التعليم العالي اللي صار لثلاثة أربعة يشهر ومستلم الوزارة بعد تشكيل حكومة محمد الشيع السوداني خلي قول لنا شنو مخرجات التعليم عندنا في هذه الجامعات وشنو تأثيرها بالمجتمع وشنو اللمسة السحرية اللي انت وضعتها بالتعليم العالي لكي تتحول هذه الجامعات إلى تدخل التصنيف والتصنيف العالمي ويعتبرونها جامعات لها يشار لها بالبنام بعد أن كانت هكذا جامعة بغداد الجامعة المستنصرية وجامعة تكنولوجية جامعة جامعة الموصل كلها انتهت الحقيقة قبل أيام هو نفسه وزير التعليم العالي الحالي يحيل 135 عميد يعني يعفيهم 135 عميد الكليات يعفيهم من مناصبهم وعين استبدلهم بعناصر أولائية من جماعتهم العراق يعني تسعين بالمية من الشهادات العلية الممنوحة من الخارج بعد عام 2003 هي مزورة وحصلوا عليها يعني بالأموال أو عن بعد من خلال جامعات غير معترف بها والجامعات العراقية أيضا غير معترف بها يعني الجامعات الآن العتبة الحسينية وجهت كتابي للتعليم العالي قالت أنه نريد برنامج عندنا التبليغ الديني وافقت علي التعليم العالي ذلك الآن يمارسون عمليات التبليغ الديني داخل الجامعات لاحظوا الجامعات هذه الصروح العلمية التي يجب أن تكون بعيدة عن كل 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 محيط سياسي وطائفي ومذهبي يعني بساحة علمية تخرج نماذج وعقول تسأم في بناء البلد حاولونها إلى ساحات لمنازعات طائفية ولأفكار طائفية ولفكر طائفي هذا وقع الحال وافقت علي وزارة التعليم العالي العراق مثل ما تعرفون وقلناها يعني خارج تصنيف جودة التعليم وها انتكاسة كبيرة الحقيقة يعني خيبة كبيرة وما بعدها خيبة من يتحمل مسؤولية تخلي قل لنا وزير التعليم العالي العراق ضمن الدول الأكثر تراجعاً في مجال التعليم وهذه ليست شهادة من عندنا لك شهادة من الأمم المتحدة شهادة من كل المؤسسات العلمية من اليونسكو من كل الدنيا ان العراق ضمن الدول الأكثر تراجعاً في مجال التعليم إذا كنا نتحدث عن التعليم الابتدائي فمن كل عشر يدخلون إلى المدرسة الابتدائية ثلاثة فقط يكملون الصف السادس الابتدائي وسبعة يتصربون وخذ هذا قيس علي المتوسطة والثانوية ووصولاً إلى حالة غريبة عجيبة لدينا كليات أهلية ووزير التعليم العالي الحالي يشكل كليات أهلية طبية والكل يتوسلونه بما فيهم نقابة الأطباء أو نقابة الصيادلة والكل يتوسلونه يا رجل تراجع عن هذه الفكرة لا يجوز هذا هذا لا يجوز هذه الكليات كلية طبية لها قياساتها لها معايير خاصة لها أساتذة خاصة لها منهج خاص لها كياجات خاصة لها مستشفى تعليمي تابع لها كلها كلها قهر متوفرة لماذا تؤسس هذه المستشفى هذه الكليات الطبية لكن كليات أهلية غالبية وجامعات أهلية مملوكة لأعزاب وقوى حاكمة وحولت إلى مشاريع اقتصادية مشاريع تجارية تكسب من وراها وبالتالي التعليم بهذا المستوى الضحل الحقيقة مع الأسف الشديد العراق هذا الذي كان كل الدنيا القلاب يجون به يجون من كل الدنيا كي يدرسوا في جامعاته وطلبت معترف بشهاداته في كل مكان وبدليل لدينا الآن أكثر من ستة آلاف طبيب عراقي في لندن في بريطانيا فقط أكثر من ستة آلاف طبيب عراقي يعني تخرجوا قبل 2003 وهم أعلى مناكة وفي كل العالم موجودين مهندسين وطلباء هذه اللي خرجتهم الكليات ماذا خرجت الكليات؟ مع الأسف الشديد شبابنا وبناتنا وددنا يعني يعيشون زمن هو الأسوأ في نظام التعليم مع الأسف الشديد لكن هذا واقع الحال الحقيقة وهذا الإطار الذي يحكم الفكرة الذي يحكم العراق بهذه الطريقة لا يريد تعليمة يريد أمية يريد وبدليل أن الأمية أكثر من ثمان ملايين عراقي الآن يعني لا يقرؤون ولا يكتبون أمية عدل يعني يعني الأمية الأخرى اللي هم يقرؤون يكتبون لكن يعني بعيون لا ترى وبفكر لا لا يرشدهم إلى الطريق الصحيح وبالتالي هم أيضا أمية هذا واقع الحال الحقيقي هذا اللي وصلنا به بعد ما كانت الأمم المتحدة وبشاهدة اليون نسكن العراق خالي من الأمية الآن العراق بلد الأمية بلد المخدرات بلد الخراب بلد التسرب لدينا مليون طفل أكثر من مليون طفل متسرب بالشوارع يعني للتسول والتشكيل العصابات وغيرها وكلهم تركوا المدارس ومقاعد المدارس مقاعد الدراسة هذا واقع الحال وبالتالي تكذب علينا وتقول لنا أنه جامعات الذي يدخل التصنيف هي جامعات مرموقة ومجتمع ومجتمع وبلد يحافظ على الجامعة عارف قيمة الجامعة عارف قيمة المدرسة عارف قيمة رحلة المدرسة والكتاب المدرسي والتعليم والمعلم هذه غير موجوداتنا بالعراق مع الأسف الشديد وأنتم من أوصلتم العراق لهذا المستوى لأن هذا فيه نجاح لسياساتكم وقد هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة